وسط إشادات من الدول العضاء اعتمد مجلس حقوق الإنسان عبر آلية المراجعة الدورية الشاملة بالإجماع، التوصيات والإصلاحات التي وردت في تقرير المملكة العربية السعودية الخاص بقضايا حقوق الإنسان يؤكد وفد بلادي عزم المملكة العربية السعودية رغم ما تحقق من إصلاحات وتطورات على مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وصولا إلى تحقيق أفضل الممارسات في مختلف مجالاتها منطلقين في ذلك من إرادة قيادتنا وبمشاركة المجتمع الواعي والدعم لكل ما من شأنه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وقدمت رئيسة هيئات حقوق الإنسان الدكتورة هالة تواجري تقرير المملكة أمام الفريق العامل في المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتناول التقرير والإصلاحات ومبادرات المملكة ورؤيتها الطموحة عشرين ثلاثين يعيد وفد بلادي التأكيد على تعاون المملكة العربية السعودية مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته بما في ذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل التي نتطلع أن تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم في جو من التعاون والحوار البناء والإعمال التام لمبادئ هذه الآلية لا سيمة الموضوعية واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة وتعتبر المراجعة الدورية الشاملة آلية من آليات مجلس حقوق الإنسان التي بموجبها يقوم المجلس بمراجعة التزامات وإيفاء جميع الدول المئة والثلاثة والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة تجاه حقوق الإنسان وسط إشادات من الدول الأعضاء اعتمد مجلس حقوق الإنسان التقارير الوطني للمملكة العربية السعودية الخاصة بجهود المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان طه يوسف حسن قناة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان جنيف شكرا